وتنضم إلينا في الستوديو اختصاصية طب الأطفال في هلث بلس الدكتورة رانيا ديب دكتورة رانيا أهلا وسهلا بك ضيفة كريمة على سكاينيوز عربية السباحة يا دكتورة الدكتورة يعني اليوم شو درجة حرارة الجسم الطبيعية عند الأطفال وهل تختلف بالعمر مع تقدم طبعا هذا شيء كتير مهم نوضحه للأهل لأنه ما في أم ما بيصير عندها مشكلة حرارة عن طفلة فهذا موضوع شائع ومنحتاج كتير أنه نوضحه للأهل لأنه مشكلة حرارة أعلى من حرارة جسمه الطبيعية أو المعتادة للأم هي منعتبرها حرارة مرضية يعني ممكن تقل للأم أنه أنا عادة طفلي حرارته 36.5 واليوم 37 هل هذا يعتبر حرارة؟ لا لأنه إذا اختلف الفترة الزمنية بالنهار تختلف حرارة الجسم نحنا كلنا بنعرف أنه العصر يعني ضد ظهر للعصر حرارة الجسم تكون أعلى من منتصف الليل منتصف الليل تنخفت درجة للحرارة لأنه الجسم ما عم يتحرك وبالتالي الحرارة بتكون أوطى طبعاً بتختلف حسب العمر كل ما بنكون أصغر بالعمر كل ما بيكون الطفل حرارة جسمه شوي أعلى حرارة جسمه الطبيعية نحنا بنعتبر الحرارة لما بنطلع فوق 37.8 عند الأصغر من السنة وفوق 38 لما بنكون أكبر من هيك بس هاي دي مش الحرارة اللي بنعالج عليها نحنا لما نلاقي طفلنا 37.8 أو 38 لازم ننتظر أن نراقب لتطلع فوق 38.2 لنعطي العلاجات ننتظر ونراقب هل من المفترض أن الأهل ينتظروا ويراقبوا بالبيت أم أنه يتوجهوا مباشرة عند الطبيب عندما تتجاوز الحرارة 38 ونوات طبعاً ما بنحب نتوجه عند الطبيب اللي بعد ما تطلع الحرارة إلا عند الأطفال اللي عمرهم تحت الثلاث شهور لأن الأطفال اللي عمرهم تحت الثلاث شهور ما يبين عليهم العوارض عوارض الأمراض ما بتبين نبين الشيء الوحيد اللي منشوفه هو ارتفاع الحرارة وبسرعة كبيرة ننتقل من ارتفاع حرارة إلى مشكلة صحية جادة ولذلك منطلب أنه ننتقل عند الطبيب فوراً ما مننتظر ولا لحظة أول ما تطلع الحرارة لازم ننتقل عند الطبيب وبالنسبة للأطفال البقيني اللي أكبر من لحد عمر السنة مننتظر 24 ساعة على الحرارة لحتى يبين على الطبيب الأشاير الأخرى لأنه ما بتبين نحن مثلاً إذا بدوا يبين الصديد على اللوز بدوا على القليلة 24 ساعة لا يتكوم فبتجي عنده الدكتور ما بيكون فيه أي عوارض بيقدر يشخص فيها المرض لما منكون فوق هيدا العمر السنة منقدر ننتظر حتى يومين على الحرارة بس منقدر ننتظر بحالة وحدة إذا الطفل نشيط عم يلعب عم يكل بس ننقفض الحرارة بيرجع لحالته الطبيعية بهيدا الحالة منقدر ننتظر 24 ساعة بس نحن إذا الطفل من أول لحظة طلعت فيها الحرارة صارت كتير قليل الحركة ما عم يقبل يكل ما عم يقبل يشرب حتى لما انخفضت شوي الحرارة بعده ما انه طبيعته ما انه عم يضحك معلق بالأم ما ترسه على الكتف كل الوقت لا لازم ينطرق الانتظر دكتورة رانيا بغض النظر عن الفيروس الذي ممكن أن يصيب الطفل ويسبب ارتفاع الحرارة شو مساببات ارتفاع الحرارة عند الأطفال الأخرى؟ الحرارة عند الطفل بترتفع نتيجة أي شيء نتيجة بكتيريا نتيجة فيروس نتيجة أي انفلميشن يعني التهاب مش ضروري يكون التهاب فيروسي أو بكتيريا ممكن يكون ردة كدمة قوية عملت تردد بالعضل كمان بتعمل شوية ارتفاع بالحرارة فنحن بناخد الوقت لحتى نراقب ونقدر نعرف شو هي المصاببات طبعية وطبعا الطبيب هو اللي بيقدر يشخص هالموضوع دكتورة يمكن كتير من الأهل وقت يشوفوا أن الحرارة ارتفعت بلجأوا للانتيبيوتكس أو المضادات الحيوية للي يعالجوا الحرارة ماذا خطورة هذا الموضوع؟ غالبا مش بس الأهل إجمال الأطباء بيتسرعوا مؤخرا بأنه انتيبيوتكس بشكل مباشر نحن أهم نقطة لازم نطلع فيها من بعد كل هذا النقاش أنه المضاد هو منه علاج للحرارة وأنه الحرارة منه مرض الحرارة هي طريقة للجسم ليدافع عن نفسه يعني طريقة حرب للجسم ضد الفيروس والبكتيريا ونحن مش نيك قلتلك نحن مش أول ما بتصير 38 منعالجها لأنه هاي دي طريقة للجسم لحتى يقضي على الفيروس متركوا شوي يدافع بس لما تتخطى 38.2 بتبلش تسبب إزعاج للطفل وبالتالي منحاول نعالجها والمضاد طبعا مش هو العلاج المناسب للموضوع لأنه غالبا بتكون الحرارة من الفيروس والمضاد بعالج بس البكتيريا وما بعالج الفيروس فمفروض نكون نتروى شوي ننتظر قرار الطبيب وعلى أساسه نقرر إذا منحتاج الانتباهات دكتورة رانيا إجمالا يعني الولاد بيتعرضوا لمرات كثيرة خلال العام من ارتفاع درجات الحرارة هل التعرض بشكل مستمر يسبب مشاكل أخرى أو لازم الواحد ينتبه لهذا الموضوع كمان برجع بقول الحرارة هي شي منيح مش شي عاطل لما عم نمرض كثير يعني نحنا عم نبني مناعة للمستقبل وطبيعي كل الأطفال اللي هني بسن الحضاني وبأول سنين المدرسة لحيتعرضوا لأول مرة لفيروس وزكتار ولما لحيتعرضوا لحيتطلع الحرارة وهذا بيبني لهم مناعتهم فنحنا ما لازم نزعل من الموضوع لما الطبيب بلاحظ أنه في شي مش طبيعي بارتفاع الحرارة ساعته بيتوجه للفحوصات اللي هي بتفرجينا المناعة هل هو عنده ضعف مناعة هل هو عنده مشكلة بس غالبا الأطفال علق لي لكلنا عندنا أطفال ونعرف أنه أتليست مرة بالشهر بده يمرض الولد وهذا شي كتير طبيعي عند الأولاد الشغلة المهمة اللي بحب وضحها كيف نفحص الحرارة تماما لأنه في طرق كتيرة وأغلبها غلط لفحص الحرارة عند الأطفال الطريقة المسلية اللي الأطباء بحبوها هي عن طريقة فتحة الشرج طبعا الأمات ما بتحبها كتير لأنه ولا الأطفال وأنا أمه بفهم يعني منا كتير سهلة الطريقة الثانية اللي الأم بتحبها والطبيب بحبها هي عن طريق فحص الأذن بس كمان هاي مهم إذا بقدر بس فرجي أنه نحنا لما ما ناخد الحرارة ما ناخد حرارة طبلة الأذن مش حرارة المجرى وبالتالي نحنا عم نحاول نحط ميزان الحرارة لازم نكون عم نوجهه ليكون متجه للطبلة ومتما لاحظتي هون المجرى ومنه خط مستقيم وبالتالي حتى نقدر نوصل لهي مفروض نكون اللي عم نعمله أنه نرفع الأذن لفوق ونرده لورا وبعدين ندخل هلأ كل أم حتحاول تجري بتعمل هالشي كمان ومندخله من فوق أو منتحد كامل يعني نحنا فتحنا هيك رجعنا لورا ومندخله كاملا بالمخرج يعني لازم يكون داخل بهذه الكمية بقلب مخرج الأذن لحتى يكون عن جد عم يفحص الحرارة وكمان لازم يكون متأكدين بالزيارات السابقة أنه الطبيب قال أنه ما عنا صمخ مسكر هيدا المجرى لأنه إذا في عندي أنا كمية صمخ هون مسكرة المجرى يبقى أنا لما عم بدخل عم بياخد حرارة الصمخ مش حرارة الأذن بالتالي النتيجة مش صحيحة ممكن يكون أعلى ويصير فيها لعب ما قاله ضرورة لبا صحيح صحيح مية بالمية فأهم شي هي طريقة زين الحرارة الطرق الأخرى مثل اللي حطت هيدا على الجبين على الجبين تحت القبط بقلب التم كلهم ممكن يكون فيهم غلط ممكن يكون بعض الشربين تطلع الحرارة أقل ممكن يكون لابس كتير تطلع الحرارة أعلى إذا حطيناه تحت القبط ومنهم طرق دقيقة الدكتورة الشيء اللي بيجمع الأهل ربما هو الخوف الكبير من ارتفاع الحرارة أكتر من تسعة وثلاثين ونص أو أربعين ما هي الطرق المنزلية التي يمكن نجوء إليها عندما ترتفع حرارة الطفل لهذه الدرجة وليس هناك إمكانية للتوجه إلى المستشفى مباشرة أهم شيء أنه ما تخاف الأم لأن الحرارة هي منع بحد زيتها اللي بتخوف ومش الرقم هو اللي بيخوف لأنه لما نحن كلنا منخاف من الاختلاجات الدماغية والاختلاجات الدماغية الحرارية ما بتصير على الحرارة العالية بس هي بتصير على الفترة اللي عم تطلع فيها الحرارة من الدرجة الطبيعية إلى درجة مرتفعة أكتر وبس عند الأطفال اللي عندهم استعدادية الاختلاجات الدماغية فبالتالي الرقم مش هو المشكلة بس نحن لما بتصير فوق 39 بيصير الطفل منزعج ما بيقدر يشرب عم بيزن ولذلك منحاول أنها نخفضها مثل ما ذكرت بالأول أهم شيء ما نحاول نحط الطفل بمي مثلجي مثل ما بيعملوا غالبا والكمدات على الرأس كمان الكمدات أو نحطه بالمي مو صفية بس بدرجة حرارة 37 لأنه نحن ما ننزل الحرارة من 39 إلى 37 ما ما ننزلها إلى 30 أو 35 لا نحن ما ننزل هالدرجة تانية اللي بدنا نختلف فيها دكتورة في معتقد كمان سائد أنه خلي الولد ترتفع حرارته يتسبب عرق يطلع الفيروس منه ويصح أو يطيب حتى رائجة عند الكبار أنه إذا بتعرق أنت تماما أنت بتكون عم تتخلص من الحرارة وحب تتخلص من الجريب إلى أي مدى هيدا دقيقة؟ يعني هي كما عم بتقوليها هي مش دقيقة بس فيها شيء من الصحة لأنه نحن منترك الحرارة بالبداية ترتفع شوي لحتى الجسم يدافع يحارب الفيروس بس هذه الارتفاعة لشوي مش للتسعة وثلاثين بتركها للثمانة وثلاثين فاصل اثنين ثمانة وثلاثين فاصل ثلاثة لحتى الجسم يدافع من بعدها لا صارت بتسبب إزعاج وخاصة عند الأطفال بيهمني أنه يشرب سوائل كتير وبالتالي لحتى يقدر يشرب لازم يكون مرتاح وبس طلع فوق ثمانة وثلاثين فاصل ثلاثة كلنا منعرف أنه الطفل خلص بيصير قاعد على الكنبية حمليني ماما ما بدي أشرب ما بدي أكل الشي اللي ما بيساعد على انخفاض الحرارة وبالتالي لما بتعلى شوي فوق ثمانة وثلاثين ونص منحب أنه ننزلها للحرارة بطرق التقليدية زكرتية منشلح التيب الولد ما منطف المكيف كلنا منخاف أنه يبلس شيرجف لما بيرجف عم بيطلع الحرارة لبرة هذا مش شي عاطل بالعكس عم بيقاوم عم بيقاوم ما في مشكلة خليه يرجف شوي خليه يكون حرارة الغرفة أوطى من حرارته بس أنه 25-25 دكتورة رانيا يعني اليوم نتحدث عن الأطفال ربما سنة وما فوق ماذا عن الرضع؟ هل طريقة التعامل شوي أصعب لأنه طريقة تعبيرهم شوي مختلفة بعض أكيد الرضع اتفقنا على الموضوع أول ارتفاع بالحرارة بشيل التياب برجع بزين الحرارة بعد 5 دقائق ما تغيرت بتوجه ضغري عند الطبيب مباشرة ما في هذا السماح صحيح شكرا جزيلا للنصائح القيمة هذا الصباح لسيما بالنسبة للأهل بهذا الموسم المليء بالأمراض أهم شيء يتجنبوا استعمال المضادات ويتوجهوا للطبيب لما يكون عندهم شك شكرا جزيلا على هذه النصيحة اختصاصية الطب الأطفال في مركز هيلث بلوس الدكتورة رانيا ديب شكرا جزيلا لوجودك معنا هذا الصباح شكرا جزيلا للمشاهدة